اشتركوا في القناة لأن التفل فواز ظهر في مقطع فيديو يتعرض للتعذيب والضرب من قبل الخاطفين بغية اكبار زويه على دفع مبلغ كبير جدا وفي ردة فعل حدثت من الفنان المعارض الشهير عبدالحكيم كتايفان احد اقارب الطفل السوري المخطوف ونزل مقطع مصور لي على صفحته الشخصية بيشكر فيه جميع الناس الذين ابدوا تعاطفا انسانيا عاليا ومشرفا من اجل الافراج عن التفل فواز واعلن الفنان ان عائلة كتايفان بجميع افرادها قرروا جمع المبلغ والمطلوب هو نحو ما يعادل 140 الف دولار امريكي من اجل تقديمه كفتيا للخاطفين واطلاق صراح الطفل البريء دون ان يمسه اي ازب واكد ان هذه المحنة التي تعرضت لها عائلة كتايفان اثبتت نخوت وشهامت وقرم وعطاء السوريين ووقفهم بجانب بعضهم البعض عند الازمات ان شاء الله نسمع خبر كويس الساعات القادمة عن فواز ويتم الافراج عن التفل فواز ان شاء الله ربنا معاهم ويقدروا جمعوا المبلغ ويقدروا ينقذوا التفل البريء اللهم امين يا رب